في حتة بقى يا جماعة اللي هو هي دي الحيرة هي دي الحيرة اللي بتقف فيها الست اعمل عبيطة وحسسه ان انا مش واخد بالي اوعي تفتكري ان هو مش واخد باله ان انتي واخد بالك اوعي تفتكري ان هو مش حاسس بيكي ومش حاسس بكل حاجة بتضيقك اوعي تفتكري ان هو بيبقى ماسك التليفون وقاعد في البلكونة وبيعمل شات وبيتكلم وهو مش واخد باله ان انتي واخد بالك فأنت أنا قلبي معاك يا حبيبة قلبي يعني أعمل مش واخد بالي لأ فكك من دي عشان هو عارف أن أنت واخد بالك طب لو أنا اتكلمت بيقعد يزعق فيه ويقول لي إيه ده هو أنت بتتجسسي علي هو أنت دخلتي عملتي فالو ولا عملتي قاد للبنت اللي عندي ليه إيه ده إيه ده شكلك وحش قوي على فكرة الراجل لما بيبقى غلطان بيروح مطلع كل عقده النفسية أو مقالب الترابيزة يروح قالب الترابيز عليكي أن أنت مش واثقة في نفسك أن أنت ست ضعيفة للشخصية أن أنت يا سلام يعني أنا عشان أبقى واثقة في نفسي وست اللذيذة وجميلة وأمر المفودة سيبك عادي كده تكلم اللي تكلمه وتنزل تقابل اللي تقابله وتضحك مع فلانا وتكلم مع اللانا هو أنت كده أنت كده تمام لا طبعا طب الست هنا بتبقى في حيرة أخد موقف وأقول كرمتي واللي يحصل يحصل أنا ست ما تخنش حتى لو ما عالسوش الميديا ولا أسكت وأعمل نفس مش واغد بالي وانزل على كرمتي وأقول أسانا مش عايز أخرب بيتي عشان أنا بحب جوزة على فكرة وفي الآخر مش عشان أخرب بيتي عشان الولاد أنا دايما ضد كلمة أصلا روح فينا عشان خطر العيال خلاص سيبوا العيال دول على جنب لكن الست اللي بتتكلم بحجة العيال هي ست بتحب أصلا ست بتحب الجوزة والشرياء بس إحنا كمجتمع بين الكسف نتكلم في الحب أكذف أقول أسانا بحبه ومش عايز أسيبه ممكن أروح أيلها بطريقة تانية العيال وأخرب البيت واشرد العيال طيب أنا بحب جوزي ومش عايز أخرب بيتي أقفشه على السوش الميديا واتابع واشوف بيكلم مين واللعم العبيطة وهين كرمتي وهو واخد باله إن أنا عاملة مش واغد بالي